سعال هالأمو إلينا الضفو عمو يزيد عبر موقع الانترنت عمو يزيد بوان كوم بهذا الطريق إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معلك إلا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد بوان كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك إذن يا أطفال أصدقائنا اللي راح نشاركون نقول لهم شوية على الصبر باش نتصلوا بهم باش يجوا يحضروا معنا في بداية كل حصة نتكلموا على أيام دولية وعالمية مهمة عابلكم اليوم وش يصادف؟ يصادف اليوم العالمي للمسرح تحبوا المسرح؟ نعم برافو إذن المسرح هو فن من الفنون وعبر المسرحيات ممكن أننا نوجه رسائل يا أخي ممكن مسرحية تكون للترفيه ممكن تكون مسرحية لتوجيه رسالة وكامل المسرح مهم بزاف في حياتنا شكو اللي راح للمسرحة هنا يا المسرح الوطني وكامل رحتو رحتو المسرح رحتو رحت مرة مره ما قلش رحت المسرح إذن المسارح مهمة 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 يا أطفال يا أخي تحبوا الألغاز؟ نعم شباب البروكي شباب البروكي ولستو بملك؟ عندي حراشف في جسمي ولستو بسمك؟ صعبا ولا سهلا؟ شاطرين شاطرين ما عليش؟ فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا لما يشوفوا فيني قدروا يجاوبوا على اللغز بهذه الطريقة هذه إذن يا أطفال فكروا مع أصدقائنا لغاية نهاية الحصة وأنا أدرك نقتلح عليكم بما أننا في اليوم العالمي المسرح وكامل حبينا نترقوا الفنان جزائري تشكيلي حبينا نور الهدى تعرفنا بهذه الشخصية اللي هو محمد إسياخم تفضلي تفضلي نور الهدى تشكيخة نور الهدى تشكيخة تفضلي تفضلي نور الهدى تفضلي مساء الخير يا أطفال مساء النور اليوم جيت نحكي لكم عن حياة الرصة محمد إسياخم ولد الفنان تشكيلي محمد إسياخم في 17 يونيو 1928 بقرية جناد بأزفون بالقبائل الكبرى فكبر وكبرت معه انفعالاته الحادة وقلقه المزمن الذي غدته العزلة والإحساس بالاختراب والتهميش في عام 1943 عندما كان يعالج قنبلة سرقها من معسكر فرنسي انفجرت القنبلة وقاتلت شقيقين له وأحد أقربائه وجرحت ثلاث آخرين بينما بقيه وسنتين في المستشفى خضع لثلاث عملية جراحية أدت إلى بطر دراعه اليسرى درس الرسم صغيرا وتتلمد على يد محمد الرسم ثم أتيح له أن يعرض لوحاته في باريس عام 1951 بقاعة أندري موريس لينضم بعدها إلى طلبة المدعسة العليا للفنون الجميلة بباريس في عام 1963 أصبح أستاذا بالمدعسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر وعضوا مؤسسا للاتحاد الوطني للفنون التشكيلية وتجول بمعارضه في الكثير من الحواظر والعواصم وحاز الكثير من الجوائز والميداليات التقديرية لعل أهمها جائزة الأسد الدهبي في روما عام 1908 اشتغل إسياخم أيضا بالكتابة والصحافة وله إسهاماته الكثيرة في ذلك كما ألف كتابه 35 سعنا في جهنم رسام عرض لملامح من تجربته الفنية والإنسانية توفي في فاتح ديسمبر 1985 بعد صراع مع ملاد السرطان رحمه الله شكرا 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 نور الهداء شكرا نور الهداء إذن محمد يسياخم فنان تشكيلي جزائري معروف كان أحد مؤسسي الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية إذن رحمه الله رحمه الله بما أننا ما عدناش بزاف من اللي رناف في فصل الربيع مش هرأيكم إنو كانوا نروحوا نسمعوا أغنية ويغنية هرأيكم عام ويازين نقول فيها هي الفصول الأربعة جميلة منوعة يلا كامل معي هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة فصل الشتاء بارد فيه ثلوج ناصع رياحه قوية رهوده مروية أما الربيع الأخضر فساتن ممتعة يرقص ناس ما هو أرد الحقول الشاسعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة لون الخريف شاحد أوراقه مقطع تنطرت بهبات تحت الأشجار النابعة والصيف بالحرارات والصيف بالحرارات شمس السماء صادع فصل نحب بحره لاه نعد الأمتعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة موازم موزعة الله هو الخالق والكون ليس مضيع هل تفهم أحباتي كل الفصول نافع الله هو الخالق والكون ليس مضيع هل تفهم أحباتي كل الفصول نافع هي الفصول الأربعة جاملة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزع هي الفصول الأربعة جاملة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزع برافو 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 شكرا شكرا إذن هل تعلموا أحبتي كل الفصول نافع كل فصل وعنده المنافع وربي سبحانه موزع المواسم موزحهم كل موسم وعنده الفائدة موسم المطر الموسم للشمس يعني حتى الفواكه موزعا لهذه المواسم هذه إذن يا أطفال كل الفصول نافعة تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم نعم يلا نروحوا مع عم محمد لجانا من مدينة الأغوات في ألعاب الخفة تفضل عم محمد تفضل عم محمد تفضل 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 اشتركوا في القناة 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 برافو برافو بنتي برافو تعال تعال وليدي تعال تعال اقعد وليدي واسمك بدردين زيرالدا شحال في عمرك الله يبارك غالك واحد النهار جوحا راح يشري البن قال بقى على البن اعطيني رتل البن ومن بعد قالوا بقى على البن ارفي يديك وعاء وعاء فقال له وعاء للبن وعاء وعاء للماء شكرا 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 تعال وليدي تعال تعال اقعد وليدي واسمك في بي وينت سكن في سيدي على الليل شحال في عمرك سبعة سبع ايام سبع شهر سبع سنوات عملي سبع اسابيع ها 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 Ha ها قل لي وليدي النقطاتى وادي معلوم قال تلميذ ودهن حيوانات برمئة بدا تلميذ قال primitive وبدأ تعمل ضفتاقر قال ضفتاقر ها ضفتاقر برابو 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 إذن يا أطفال لحقنا دركاء الركن الجواب عن اللغ عندي تاج فوق رأسي لكني لست بمالك عندي حراش في جسمي لكن لست بسمك من أنا؟ عبالي بالشاطرين عندي تاج فوق رأسي لكني لست بمالك عندي حراش في جسمي لكني لست بسمك تعالي بنتي يا روحي تعالي روحي منها واسبك بنتي؟ علوش دعاء وانت شكني دعاء؟ في عين الدفلاء خير ناس سلمنا لكل ناس عين الدفلاء يتروح يسلمي اليهم كامل لا؟ وش هو الجواب؟ أديك لا 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 هو الشاطر الأول عندي تاج فوق رأسي لكني لست بمالك ولكن عندي حراش في ولست بسمك تعالي تعالي بنتي أروحي أروحي بنتي شاطرين 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 أروحي هنا بنتي واسمك بنتي؟ شي ماء شي ماء حال في عمرك شي ماء؟ ناشي سنو الله يبارك بنتي وين تسكني؟ في مدينة البوليدة في البوليدة مدينة الورود ما جبت لنش وردة مع كلم عمو يزيد أي معلش وش هو الجواب؟ الاناناس الاناناس عنده تاج ليس بمالك عنده الحارة شف وليس بسمك برافو برافو بنتي يعطيه الهدية تاحا يعطيه الهدية تاحا احنا نحبه الأطفال الشاطرين إذا عمو يزيد يهديك هذا الكوب تشربه فيه الماء والحليب إن شاء الله ينفعك وكذلك ثلاث سيديهات من حق الطفولة معلمي ومبروك النجاحة لكم تفضلي بنتي بالتوفيق العفو 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 بنتي والآن الحقنا ركن عيد الميلاد عدنا عيد ميلاد محمد عشر سنوات تعالى ولدي تعالى أروح أروح محمد تعالى محمد تعالى إذا عيد ميلاد محمد احنا نغنو له عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحوا يجيبونا القاتو ديالو وإحنا نغنو له تعالوا تعالوا يلا هل تحقوا بيا؟ عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبنك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد موسيقى من خلبي لك نتمنى صحة وسعادة وهانة شرع يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أخرى شرع يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أخرى موسيقى يا بانين ويا بانات يلا نطير فارونا موسيقى 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 هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس ما كنت زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بس ما كنت زيبناها ليلة حلوى يا محلاها موسيقى 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 برافو إذن كامل له عشرة تسعة مئة سسعة ستة خمسة ربعة يدى ثلاث واحد يارا طفيش مع محمد برافو 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 عطيني الشهادة تعوه إذن محمد مبروك عليك ولدي عم يزيد يهديلك هذه الشهادة شهادة إنجاح تصوير حسة مع عم يزيد في هذا الظرف الجميل هذا اللي تحتفظ به وانتما كذلك يا أطفال غير تخرجوا كل واحد ياخد شهادة باسمه باش يحتفظ بها كذكرة لزيارة عم يزيد وحنا ثاني بما أنك رسلتنا بخمس قاسمات من علاب حالي برامي على صندوق باري 42 ألف استوالي العاصمة رامي راعي البرنامج يهديلك هذه الدراجة إن شاء الله تستفد بها ولدي وأنا ما أبقى لي إلا أقول لكم أبقى ولا خيص نونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت سلام نحبكم يا أطفال لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر